فقرة نعم أم لا الشريع زمالكاوي ويتساهل في التعامل مع الزمالك بعكس الأهلي لأ طبعا لأ طبعا الزمالك ساعدك في تنفيذ استراتيجيتك الخاصة ببنوط التعاقد مع اللاعبين لا استراتيجيتك موجودة مع نادي زد ومع نادي اللي تحدث ما بتقدرش تعملها مع الأهلي والأهلي مخدش مني حاجة أيوة لأن الأهلي بيتعامل معاك إنه الأهلي يعني إيه يعني أنت أمبي هو الأهلي يعني أنت أمبي يعني هو في حتة لأ لأ معلش كل التأدير والمحترام الأهلي بطل وإقداره محترم وأعتز بيها جدا إنما هو نادي في الدول المصري وأنا نادي في الدول المصري لا معلش بس ده الأهلي برضو طب فوق دماغي أيوة واللعايبة بتاعتك كل عايز تروح الأهلي اللعايبة بتاعتك وعايز تروح الأهلي واللعايبة بتاعتك عايز تروح الزمالك بس ده مش معناه أبدا ان انا اه اتساهل في صفقة. هل محمد حمدي الاهلي كان عايزه? اه طبعا. كان عايزه? لا مضاه. مضى محمد حمد. اه مضاه هو احمد نادر حواش وهم طالعين من الفين وثلاثة عقل. اللي اتنين مضوا. اه طبعا. طب هم مراحوش ليه? عشان انا تدخلت وجدت لهم العقد وطلعتهم في الاول. طب هم مضوا قريبا وقير انت ما تعرف? ايوة كان لهم ست شهور الناس بتشوفه وبتقعد تتكلم يعني ايه المشكلة? هم. بس ايه المشكلة? عبس قانونا. اه كانوا في الفترة بتاعتهم. اه. اللي هو الفترة اللي يعني اللي اعرف بيبقى فيه ستة شهور. اه. نادر حواش مجالوش حاجة دلوقتي? لا لا لا. قاعد معي. اه بس انا عايز ااكد عليك تاني بقى. اه. الاهلي ما طلبش مني حد. ولو طلب مني حد. اه بس كان طلب منك مصطفى شلبي. ما انا لما لما ما وفقش على الشروطي. ما ديته ده? مصطفى شلبي طلع وقالك انا كان عندي الاهلي وزمالك واختارت الزمالك وكده وبتدت السوشال ميديا يعني بتجيب كلامك انت وكلامه واني فيه تناقض. طبعا يعني انا فيش كلام ده. مصطفى شلبي عقده الاتفاق وقف مع الاهلي. عشان الاهلي كان وقف عند 13 مليون وانا كنت شبيهه بالرقم ده. طيب. فالموضوع يعني بس انا بس بأكدلك على الفكرة يعني الاهلي حرام مطلبوش حاجة واذا طلبوا حاجة هياخدوها بشروط امبي. الاهلي يجامل في مصر والتحاد الكرة يخشى صدام معه. لا. ما بيتجامل. الاتحاد الكرة مش عامل معايير عشان يخلي الناس تشتغل عليه. انا مليش دعوة ان هو مش عامل المعايير دي. مشكلة الاتحاد الكرة. انت السبب في عدم تعامل الاهلي معك مؤخرا في ملفات الصفقة. مستحيل. هو النادي الاهلي واخدت ضدك موقف. مستحيل. ايه بعد موضوع مصطفى الشلبي. انا بقول لك هو مستحيل النادي الاهلي واددارة الاهلي باحترفيتها. اه. لو عايزة لعيب. هيعمل معاهم حاجة كويسة. وهم محتاجينه. هياخدوه من اي من الشريه او غيره. هم مكا. طب بس بعد مصطفى الشلبي عمره ما كلموك على لاعب. لا لا خالص ما كلمنيش. طب ازاي ما كلموكش على لاعب هما مضو اتنين عندك لعيب. لا لا ده كان قابل مصطفى شلبي. قابل مصطفى الشلبي. اه طبعا. طيب. بس هما لو محتاجين حاجة اعتقد يعني. بس يبقى انت كده انا كده وقعتك في الكلام. انت عمرك بتوقعني في الكلام. اقول لك ليه. لان انا كلامي ازا اول ازا اخر. لا 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 لا. اصلا انت لو قابل مصطفى شلبي. قابل مصطفى شلبي. يبقى ما كانش فضل لهم ستة شهور وكان حق اليوم لانهم كانوا عقدهم مستمر مع امبي. مين اللي قال لك كده. ده قابل مصطفى شلبي ده هما كان في قطاع النشقين. ماشي. ما هو عقدهم موجود مع امبي. ما هو موجود بايلي ستة شهور. ازاي ستة شهور. ده الفين وتلاتة. لا. الفين وتلاتة السنة دي لسه موجودين. لا 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 ايه ده بس. ما هو. ما نقولك انا وقعتك في الكلام هو. طب قولي قطاع النشقين عندي. اه. اللعيب عندي سن اربعتاشر سنة. اه. ممكن امضيه تلات سنين. اه. تلات سنين بيخلصهم. اه. هو عنده قد ايه? اه. سبعتاشر سنة. اه. اضطر جددلو تاني. ده اللي حصل مع احمد نادر حوش ومحمد حمدي. شا. فجددتلو خمس سنين تاني مع الفريق الاول. شعرت بالسعادة مدرحي لعمل حسين من لجنة المسابقات. السعادة? اه. لا اه مش سعادة. الشحاب بالنجاح. الاهل المنظومة الانجح في مستوى الادارات في مصطفى. انجح منك. لا انا حبيبي. ايو انا بتكلمك كادارة. لا لا مصص. ما انتقولت ما فيش حد انجح منك. بص ما تحطنيش في مقارنة قصة انت قلت ايه? اه. قلت ان ادي امبي. اه. قلت انجح منك. اي من الشريعي. اه. كان مع شخص اي من الشريعي. اه. لا استأذنك. ما فيش حد انجح منك. لا شغلية اصلا يعني انا رجل بتاع التفاصيل. جمال علام لا يسطح لادارة اتحاد الكرة. طبعا. حبيبي. من هو رئيس احد الكرة مصر القادر. اه مهندس هاني بوليدة قولا يعني. قولا واحدة. اه اعتقد بنسبة اه. تسين في المئة. اعتقد كده. مين رئيس رابطة اللي جاي? اه. لا معرفش. بس انا. ام. مش هرش حد. تمام. حلو كده? حلو كده. ما يعني انت يعني انت مش عايز تبقى رئيس رابطة? اه. كنت عايزة بقى رئيس رابطة. بس بالنظام الجديد اللي عمل ده. ما فيش ترجة تتعمل عشان اخش اعمل اه اه ادفل. او انت تبقى انفعت برئيس رابطة? لا 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 هسيب النادي. تسيب النادي. طبعا. يعني لو بقيت رئيس رابطة تسيب النادي? طبعا لازم سيب النادي. مع ان النادي انت بتحبه اوي. اه انا بحب النادي واحب الربطة واحب اي حاجة اشتغل. في الاخر هننجح انا.